بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وما بعد فإن أخير الكلام كلام الله وخير الهدي هدو محمد صلى الله عليه وآله وسلم تكمل يا أيها الطلاب تفسير صورة لقمان من الآية 16 إلى الآية 19 وهي تكملة لوصايا لقمان لابنه يقول الله سبحانه وتعالى على لسان لقمان يا بني إنها إن تكه مثقال حبة من خردر فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني إنها إن تكه مثقال حبة من خردر طبعا حبة من خردر يقول لك حبة صغيرة جدا نبات ونبات هذا حبة صغير جدا هذه الحبة لو أنها تكون في صخرة أو تكون في هذه السماوات الواسعة أو تكون في هذه الأرض يأتي بها الله سبحانه وتعالى وهذه الآية دليل على أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أفعالنا وأعمالنا وما في قلوبنا فلهذا وجب علينا الخوف منه وخشيته سبحانه وتعالى يقول لك عندما تقرأ هذه الآية ما الواجب عليك؟ الواجب عليك أن تخشى الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء إن الله لطيف خبير لطيف باستخراج هذه الحبة ويستخراج حتى إذا كنت مريض الله سبحانه وتعالى يخرج منك هذا المرض بكل لطف وبكل يسر وأنت لا تحس ولا تشعر أصلا أيضا حتى في بعض الأحيان تمر عليك حاجات مثلا أنت بسيارة راكب مع السائق أو أنت تسوق أو أنت تمر من طريق ويقول لما كانت تقول سبحان الله شون طرحت من كده لطف الله بك هذا من لطف الله إيش؟ بناء خبير خبير بأعمالنا حتى لو أنك أنت يعني لا أحد يراك فإنه يراك سبحانه وتعالى الوصية الثانية يا بني أقم الصلاة أقم الصلاة بأركانها بواجباتها في وقتها بسننها بخشوعها هذا معنى أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن الملكة طبعا الأمر بمعروف يكون بمعروف وأنهى عن المنكر أيضا يكون بمعروف يعني بأسلوب حسان بذين بلوطف بتواضع حتى الذي أمامك يعني يستقبل منك أما إذا جيتها بكل يعني إذا كنت تصيح عليه أو كنت تسبه أو كنت تجتمه أو كنت أو كنت أسلوبك يعني مهوزين معاه غير مناسب فهذا إيش تخلي الناس تنفر منك وتكره حتى نصيحتك حتى لو كنت على الحق الناس تدركها واصبر على ما أصابك طبعا واصبر على ما أصابك لقمان قاعد يقول الإبنة يا إبني مدام أنك تأمر بمعروف وتنهى عن مونك الراحة الناس إيش تعاديك وهذه سنة الله سنة كونية بأن الصالحين يعادونهم الفساق والليبراليين والمنافقين والكفرة دائما المصلح يعاد الرسول عليه السلام قالوا عنه مجنون وقالوا عنه كذاب وقالوا عنه ساحر وقالوا عنه يعني فيه بعض التهم للتهم وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام وبرأه الله سبحانه وتعالى منها وجعله سيد بني آدم إن ذلك من عزم الأمور يعني هذا من الشدائد هذا من الأصول في الدين ولا تصعر خدك يعني لا تميل خدك على الناس كأنك تطالع له نظرة احتقار ونظرة يعني استهزاء ونظرة استصغار لهم ولا تمشي في الأرض مرحة ولا تمشي في الأرض لا تتكبر على الناس تمشي كأنك من شايف أحد قدامك إن الله لا يحب كل مختال فخور مختال هو المتبختر المشيت المتمائل المشيت نافخا صدره يمين ويسار ويطالع الناس كأنه العلو على الخلق والإسراف والبطش هذه من صفاتهم وقصد في مشيك أي اقصد في مشيك أي تواضع في مشيك لا أنت المسرع ولا أنت المتماوت البطيئ لا يعني بين بين واغضض من صوتك واغضض من صوتك أخفض من صوتك أخفض من الصوت دائم من الصوت العالي نهى الله سبحانه وتعالى والصوت العالي حتى المتحدث لك أمامك ينفر منك أول ما ترفع صوتك تلقاه إما أنه يرفع صوت الناس ما ترفع صوتك أو أنه خلاص يترك الكلام معك يقول لا يا أخي بس يصيح بس كذا ما نسالف معه لكن أول ما تسالف بهدوء وبلطف وبكلام طيب فالأمامك يستقبل منك ويحب حتى أنه يكثر من الكلام معك إنه أنكر الأصوات لصوت الحمير وقال هنا نهى الله سبحانه وتعالى أن التشبه بأصوات الحيوانات والتشبه بالحيوانات ومن أقبح الأصوات وهو صوت الحمير طبعا موضوع الآيات يقول لك اختر أمامك ثلاث موضوعات ضع أمامك كل موضوع رقم الآية طبعا الإشارة إلى وجوب مراقبة الله تعالى أي وحدة طبعا آية 16 والأمر بإقامة الصلاة والدعوة إلى الله والصبر على مناع الداعي طبعا هذه آية 17 والدعوة إلى التخلق ومكارم الأخلاق واجتناب المساوة هذه آية 18 وآية 19 معانا كلمات خردل كما قلنا أنه نبات صغير حبه صغير جدا تصعر تميل مختال متبختر أغضض أي أخفض من صوتك هنا تفسير آيات في السرع طبعا هنا من فوائد هذه الآيات إذا علمت أن الله لا تخفى عليه شيء لا يخفى عليه شيء ما الواجب عليك طبعا فإن الواجب عليك أن تخشى الله سبحانه وتعالى فكر الدين ثلاثة مراتب الإسلام والإيمان والإحسان في أي مرتبة من هذه المراتب يدخل ما ذكر في هذه الفائدة فائد رقم واحد طبعا الإسلام هو الأركان الخمس والإيمان أركان الست والإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهذه المرتبة الفائدة الأولى تدخل في المرتبة الثالثة وهي مرتبة الإحسان يقول نشاط تضمنت الآيات في هذا الدرس والدرس السابق جمل من الوصايا النافعة بالتعاون مع زملائك رتب هذه الوصايا حسب موضوعاتها طبعا وصايا الإقمان وصايا عظيمة وصايا أب لإبنه عدم الشرك وإقامة الصلاة وبر الوالدين والخشية من الله سبحانه وتعالى هذه كلها تضمنتها والحث على مكارم الأخلاق وحسن الخلق وأداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثار سلوكية أحفظ وصايا الإقمان وأعمل بها مو بس أحفظ خلاص بدون عمل لا حتى أن علماء يدعون يقول اللهم على القرآن يقول اللهم اجعلني ممن يقيم حدوده وحروفه ليس حروفه فقط والله أنا أسمع صوتي حلو وعرفه جود وعرف كذا لا أهم شيء العمل به العمل به هذا القرآن طبعا سين واحد حل التقويم ما الواجب على المسلم إذا علم أن الله لا تخف عليه خافية وأنه مهما عمل من عمل فإن الله مطلع عليه وإن بلغ في الصغر وزنه حبة خرم طبعا هذه حلناها في الفوائد وحلناها في التفسير أنك الواجب عليك أن تخشى الله سبحانه وتعالى سين اثنين بينا معنا الكلمات التالية الآتية طبعا موجودة فوق الأمر المعروف أنه من منكر من أعظم فراض الدين مثل لأدابها طبعا الإسلوب الحسن اللطف أقل لدي المعروف من أعظم بأن هذا المنكر منكر وإذا نصحت وإذا أمرت ما معروف تعرف أن هذا معروف يجب أن يكون عندك العلم المسبق بهذه الأمور هاôm طبعا الأسلوب الحسن وأن يكون بلطف وأن يكون بلين أن تكون عالم بأن هذا المنكر منكر وأن تكون عالم بأن هذا المعروف سين أربعة استدل من الآيات على كل مما يأتي الصبر على القيام بالتكاليف الشرعية طبعا واصبر على ما أصابك هذه الإجابة باء التبختر حال المشي وافتخار الإنسان بما عنده ومن الأخلاق التي توجب المقتى من الله والبغض من الصبع ولا تمشي في الأرض مرح إن الله لا يحب كل مختال فخور جيم البعد عن الفضاضة والغلظة ومشابهة الحيوان في الكلام وين الآية الدالة على ذلك وقصد في مشيك وقضد من صوتك إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير أضف لي معلومات طبعا هنا أضف لمعلوماتك أهمية الأمر المعروف والنهي عن المنكر يقول الله سبحانه وتعالى لو شكننا الله أن يصيبكم بعذاب ثم تدعونني ولا أستجيب لكم لماذا؟ لأنكم تركتهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر فمن الأشياء التي تحرمك تحرمك من إجابة الدعوة أنك لا تأمر المعروف ولا تنهي عن المنكر اللي حواليك يعني إن لقيت أحد بالبيت يسمع غاني ما يصلي يدخن يعني يفعل بعض المنكرات تنصح بأسلوب حسن قلنا بلوطف بلين والله سبحانه وتعالى يقول لست عليهم بمسيطر إنما عليك البلاغ المبين أنت عليك البلاغ فقط والنصح استجاب ما استجاب هذا أمره إلى الله الهداية بيد من الله سبحانه وتعالى هذا والله أعلم وصلى الله عن نبينا محمد